معانا الاستاذة الاستاذة نوهة من اسكندرية تفضلي استاذة نوهة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سمحتش انا ليه سؤالين انا وعف قرد مع طبيعي باري خمس سنين هو معذبني خالص بيكي سيركي للبطال في سرقه في سرعيتي وانا معي مرسيني ولد انا انا دولة بالرطل فراعي هو ولد عن طبيعي فكل ما بانت باري بيقع ربي ستين او تبقى بيقع ربي احي طيب ده السؤال الاول يا ستينوهة سؤال الثاني انا رقابه انا مشاهد اتصرف معي انا مشاهد اتصرف معي دعاء باري طيب سرط البقرة هاقولك تعملي ايه استاذا نوهة استاذا نوهة استاذا نوهة سألت سؤالين ايه جوزها طالقها بيئزيها بتكلم في عرضها بيتكلم في سمعتها ولا عايزوا بالله دوت او دوت هو دوت عدم الرجولة او دوت هو سوق الادب سوق الاخلاق واللي بيتتبع عورة المسلمين واللي بيئز المسلمين في اعراضه الله سبحانه وتعالى يتولى ان يعاقبه بذاته العلية ويفضحه سبحانه وتعالى ويعاقبه اقاب شديد ويجعله مفضوحا على رؤوس اشاد يوم القيامة ولذلك لو كان سمعني ذلك الانسان مش هادر اقول ذلك الرجل اللي هو بيعمل كده حتى على فكرة بالمناسبة في كتير من الناس بتقول اصلنا والله يشاكك في كذا حتى لو انت شاكك انتو تعرفوا ان لو حد تكلم في عرض حد وما رحش للقادر المسلمين وتكلم في عرضه وواحد رفع عليه قضية يرفع عليه قضية سبه وقسف ويكون مستحق للعقوبة الاعراض محفوظة محدش يتكلم في عرض حد ده اللي بيتكلم في صفة من صفات الشخص وهي فيه وهو مش راضي عنها او بتأذيه هذا يستوجب العقاب ولذلك حرم الله سبحانه تعالى الغيبة والنميمة فايس سهولة في التعامل مع اعراض الناس خلاص افترأته فيمساكم بمعروف او تسريحهم باحسان فين الاحسان وعايز ربنا يبارك لك وعايز ربنا سبحانه تعالى يحافظ عليك وانت بتخوض في اعراض الناس يا اخي ده الستة قالت ان هي عندها عيال منك ازاي هتقدر ترفع عينك في وش اولادك وانت بتهين وبتجاوز في العرض اللي هو هيحفظهم هيفضل اسم امهم ملتسق بيهم ازاي بيجي لك قلب تعمل ده ايه العمى في البصيرة اللي خليك تقدر تعمل ده وبعدين نيجي نقول هي البركة راحت فين نيجي بعد كده نقول واحنا ليه عايشين حياة الغم والهم انت فرقت وخلاص اتق الله بقى اتق الله عشان ربنا سبحانه تعالى يجعلك مخرج في الكآبة وفي التعب اللي انت فيه في حياتك لكن ده هيفضل حياتك كلها مليئة بالكآبة وبالسواد لاني عليك غضب ربنا لان انت بتكلم في اعراض المسلمات اتق الله سبحانه تعالى وهو تستجيب لخطوات الشيطان ولا تسير خلف الشيطان لانه هو يريد ان يدخلك معه النار تجنب ده واخرج من ده عشان ربنا سبحانه تعالى يرحمك احنا يا سادة تكلمنا النهاردة عن الرجولة والرجولة في الحقيقة مش فكرة مش فكرة ان انت تقوى حس كده ان انت عندك ان انت بقيت راجل لا الرجولة مش فكرة ولا الرجولة ان انت تشوف ان انت احسن من باقي المسلمين فانت متدين وهم مش متدينين لا مش ده الرجولة الرجولة ان انت تبقى هين لين سند ظهر مسؤول الناس لما تيجي جنبك تحس براحة تحس ان انت نعمة من ربنا الرجولة يا سادة اعظم ابواب السعادة في الدنيا